بعد أيام قليلة من الخطوة المفاجئة التي وجه من خلالها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للعودة إلى القواعد الشعبية بوضع خطة طريق من 12 نقطة لقيادات التيار يثير الصدر ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية العراقية عقب استبداله اسم التيار الصدري بالتيار الوطني الشيعي وسط تأكيد أن الصدر سيلقي بظلاله على العملية السياسية سياسيون رأوا أن الخطوة تمثل مشروعا سياسيا جديدا ومن الممكن جدا أن يعود التيار للعمل السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال توسيع دائرة استقطابه السياسي والشعبي والذي تمثل بحسب مراقبين بتغيير الاسم بما يفيد أن الصدر ليس للصدريين فحسب بل لكل العراقيين الخشية في أوساط سياسية من نفوذ الصدر الذي تحقق سابقا من خلال اكتساح عدد المقاعد البرلمانية خشية تعود إلى حسابات كتل سياسية باستحواذ التيار الوطني الشيعي للعمل ضمن مساحة أكبر تشمل تنوعا في القوى والتحالفات تلك الخشية تنتاب عددا من الكتل سيما التي أخفقت منها في العمل السياسي أي ما يوكده خبراء بأن التسمية تلعب دورا مهما في تشكيل تحالفات جديدة من شأنها أن تؤثر في أبعاد وطنية واجتماعية وسياسية وجهات نظر أخرى دعمت الخطوة الصدرية بما يوحي توجه الصدر بالمدروس كتوقيت زمني سيما بعد حصول التيار على شعبية كبيرة قد تتيح للكثير من التحالفات السياسية الاندماج مع التيار الوطني الشيعي تلك الخطوة أكد أنصار التيار أنها تصب في مصلحة الشعب قبل كل شيء في المجمل فإن الترقب والتساؤل حليف الموقف الحالي إذ أن الصدر لم يخرج بأي تفسير عن التبديل الجديد لاسم التيار ترقب سياسي وشعبي لما ستحمله الأيام المقبلة من تغيير سياسي في الشارع العراقي ترجمة نانسي قنقر